هذه الحلقة من خمس اشياء برعاية احتفال لاعبي بلاي ستيشن اربح جوائز كبيرة بلاي ستيشن 5 سمعت بلس 3D والكثير تابع حساب بلاي ستيشن السعودية على تويتر وايضا اذا حسابت اي معلومة اكثر تلقاها موجودة في الرابط على الدسكريبشن صار في الكثير من العاب الفيديو تحولت الى مسلسلات ناجحة مثل كاسلفينيا وغيرها لكن هل ترفون ان في العاب فيديو فاشلة مبنية على مسلسلات تلفزيونية ناجحة؟ رح نذكر لكم هنا خمسة منها قبل ما نبدأ لا تنسون اتذر اللايك اذا اجبكم فيديو واشترك في القناة والحين خلونا نبدأ اول لعبة معنا هي لعبة مبنية على مسلسل بوفي the vampire slayer مسلسل بوفي كان يعتبر من اشتر مسلسلات الاكشن واللي فيها مصصين دماء وحضر على شعبية كبيرة جدا وقتها لانه كان فيه قصص منوعة وتقديم شخصيات كثيرة بعضا منها حصل على مسلسل جانبي خاص فيهم مثل شخصيات انجل وكان فيه لعبة صدرت على جهاز الاكس بوكس الاول وكانت حصرية له فكرة اللعبة كانت اكشنية ومغامرات وتلعب البطلبة في نفسها وهي تقاتل مصصين الدماء باستخدام حركاتها القتالية نفس اللي كانت تسويها في المسلسل وايضا اسلحة مثل الوتد عشان تقتل فيها العداء بسرعة اللعبة حاصرت على تقييمات معتدلة لكنها فشلت تجاريا وما باعت كثير يمكن لنا كانت حصرية جهاز اكس بوكس الاول او لان الناس معجبتهم ما حد يعرف ثاني لعبة معنا هي اللي واحد من اشهر مسلسلات الامريكية في التاريخ وهو مسلسل لوست المسلسل كان يحكي عن مسافرين طاحت فيهم الطيارة في وسط جزيرة غامضة ولازم يتعايشون مع هذا الوضع ويستكشفون جزيرة واسرارها واستمر لمواسم طويلة صدرت له لعبة بنفس الاسم على جهاز بلايشن 3 والإكس بوكس 360 والبي سي وفكرتها انك بتلعب بشخصيات جديدة كليا ويعتبر احد ركاب الطائرة ومصاب بفقدان الذاكرة راح تسكشف في الجزيرة وتقابل شخصيات المسلسل وتساعدهم وتحل الغاز معاهم اللعبة اخذت تقييم اقل من عادية واكبر عيوبها انها كانت قصيرة جدا يعني تقريبا من 4 ساعات الى 6 ساعات عشان تختيمها وسعرها كان تقريبا 60 دولار يعني سعرها مرة كان غالي وما فيها وقت كثير تلعبها فشلت في المبيعات لانا ما احد بيشتري لعبة طاق طاقة بسعر لعبة كاملة ثالث اللعبة معانا هي لعبة 24 هي ايضا مبنية على المسلسل البوليسي الشهير بنفس الاسم وفيه البطل لازم يلقى قنبلة قبل ما تفجر في 24 ساعة والمميز في المسلسل انه كل موسم كان يتكون من 24 حلقة وكل حلقة تعتبر ساعة من وقت المسلسل الداخلي يعني بعد الحلقة وحدة البطل ينقص من وقته ساعة وحدة عشان يحل القضية وفيه لعبة مبنية عليها زي ما قلت لكم اسمها 24 the game طبعا بتلعب شخصيات البطل نفسه وتحاول تحل القضايا اللعبة نظامها اكشن شوتر حصلها تقييمات تعيسة وسببها ان التحكم كان كارثي في اللعبة والالغاز يا تكون سهلة مرة او تكون صعبة مستحيلة يعني ما في تدرج ابدا وكانت اغلبها تكرار رابع لعبة معنا هي لعبة CSI هذا المسلسل التلفزيوني يعتبر اكثر سلسلة تحقيق والشرطة معروفة في تاريخ التلفزيون وتشعب منها مسلسلات كثيرة بنفس الاسم طبعا صدرت منها العاب كثيرة ايضا واشهرها كان CSI ميامي والسبب ان البطل المسلسل كان شرطي متعجرف ودائما طريقة كلامة غريبة خصوصا لما كان يشيل النظارة بطريقة درامية من على وجهها طبعا في لعبة مبنية على نفس المسلسل وكانت فقط لجوال الايفون والويندوز اللعبة كانت مغامرات وتحقيق من غير ظهور الشخصيات البطل باسلوب البوينت اند كليك او التأشير والنقر واخذت تقييمات تعيسة وانتقاتها الكثيرين وفشلت اخر لعبة معنا تعتبر واحد من اشهر المسلسلات في التاريخ وهو الاسطورة Game of Thrones مين منا ما يعرف مسلسل Game of Thrones حتى لو انت ما شفته اكيد تكون سمعت عنه المسلسل اللي كان يسوي ضجة كبيرة جدا والناس كلها تتكلم عنه كل ما ينزل موسم جديد طبعا صدر لعبة نوحة اكشن مغامرات تصمم لك شخصية من نفسك وتكون احد جنود الملك قصة اللعبة تكون احداثها في الموسم الاول وتقاتل الاعداء والوحوش باستخدام السيوف والاسلحة المختلفة اللعبة اخذت تقييم تعيسة والتحكم فيها والكاميرا كانوا سيئين جدا وكانت قصيرة والرسوم ما كانت جدا ممتازة يعني اللعبة فشلت فشل ذريع مع ان المسلسل كان يعتبر من انجح ما انتجه التلفزيون وهذه كانت الالعاب الفاشلة اللي مبنية على مسلسلات ناجحة اذا عندكم ألعاب ثانية اكتبوها تحت بالكومنت لنا ونحطها ان شاء الله في حلقة ثانية كان معكم فهد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة